مرحبا بكم في قناة تحفة يوب دمن أحدث الأخبار المحلية علي حداد وست أشهر كاميلة تمر منذ توقفه عبر الحدود عندما كان يحاول مغادرة التراب الوطني عبر المعبر الحدود بأم طبول حداد كان حكم عليه قبل مدة بست أشهر وها هي المدة تنتهي الآن لكن لم ولن يطلق صراحه لأن عليه قضية أخرى بالجملة فالست أشهر التي أصدرت ضده كانت فقط على قضية الوتائق التي كانت حصل عليها بطرق غير شرعية بتوضع من بعض المسؤولين لمحاولة تهربه إلى تونس والذين تم حبسهم هم أيضا إذ لا تزال هناك أحكام عدة ستصدر قريبا ضد علي حداد حول الامتيازات الغير مشروعة وتورطه بقضايا فساد عدة بينها نهب العقار إذ سحبت منه أرض ضخمة وأخير التهم التحقيق حاليا في صفقات حداد وكونيناف في النقل والأشغال العمومية والموارد المائية بإطار صفقات أبرمت بمؤسسة عمومية بقطعات حساسة التهمت ألف الملاير فما هو الحكم الذي تتوقع صدره عليه لا تنسى الضغط على زر الإعجاب كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وشكرا جزيلا كما لا تنسوا الاشتراك في القناة